بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى اشرف المرسلين معاكم دكتور محمد رضا هتكلم معاكم النهاردة عن كارثة بتحصل في فراخ وخصة الفراخ تسمين تمام وهي كارثة بتوجه كل الناس وانا جاي اصحح مفهوم صغير وبسيط عند الناس او اوضحهم مش الشرط اصححهم وكان كل الناس برضو فهمة بس انا عاوز اوضحه للناس اللي بتربي وخاصة في المنازل يعني تمام اه الا وهي بقى المشكلة الكوكسيديا 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 دي بكتيريا يعني خطرة جدا يعني عالفراخ وانتوا عاكيد الناس جربت الكوكسيديا وشافت هي بتعمل ايه والخطسان واللي بيحصل في الفراخ وقلت الاكل والشاهية والكلام ده كل تمام والسهلات اللي بتحصل طيب انت دلوقتي انت مسلا انا هقول لك على خلطة كده او مش خلطة يعني وصفة او طريقة هتعمل وقاية الكوكسيديا ازاي بقى انت كده كده مسلا في المشروع بتاعك عام مسلا جاب خمسين فرخة مسلا بتربيهم وكده بكله كده كده في المشروع بتاعك انت بتصرف مسلا مشروع مكلفك مسلا الف جنيه مسلا. فاللي انا هقول لك في النهار ده كده كده انت بتصرف من الف جنيه بس انت بتشاهفك بالك. ان هي يا جماعة الفرشة. الفرشة الفرشة. انت لازم الفرشة تكون زي ما انت شايفين كده. زي ما انت شايفين. الفرشة مش فيها رطوبة. تمام? الفرشة مش فيها رطوبة ده ما احنا شايفين كده. وفي ناس يعني انا شفت ناس وناس كان بعثت صور وناس جنبي مني هنا. اه شفتهم الفرشة عندهم يعني عاجينة بمعنى الكلمة. اصلا واحد ما يستحملش اصلا. الفرق يعني بتلاقي الفرق متبهدل كده اصلا من المية اللي تحته. فده مش هنفع. انت اهم حاجة. الفرشة بتفرش فرشة كده. نضيفة كل ما الفرشة تتبلي معك بتقلب. وطبعا التقليب ده بتقلب من اول اربع تيام. معلبتش بعد اسبوع مش هنفع تقلب. لان ما بعد اسبوع عم تيجي تقلب الفرشة. لو انت ما لابتاش مسلا من ثلاث ايام بعد ثلاث ايام في كده كده ولا حاجة. من عمر الدورة. وجي تقلب بعد سبعة ايام عشر ايام هتلاقي الفرشة عاملة جلف. فمش هنفع تقلب. تمام? فانت لو بتقلب فانت هتقلب باستمرار يعني من اول بقى الدورة. بتقلب على ثلاث ايام بتقلب على خمس ايام وكل ثلاث اربعة ايام ايه? بتقلب مرة وترش رشة بسيطة. بتقلب بترش رشة بسيطة. ده بيعمل معك بيقلل الجفاف يعني بيزود الجفاف في الفرشة. في حال الفرشة جافة. ما فهاش رطوبة. ليه? الرطوبة هي بتعمل المشكلة. ازاي? طب احنا عشان نعمل وقاية بالكوكسيديا. هنعايزون نعرف ازاي كوكسيديا تيجي الفرخ. الكوكسيديا ديت موجودة كده كده طبيعي يعني في الامعاء بتاعة الفرخ. يعني هي بكتيريا موجودة فيها. طيب بس هي بصورة يعني هي بصورة طيب اللي بقى بخليها اكتف وتعمل عندك امراض وتعمل مشاكل لكلها. اللي هي بقى بتحصل بيحصل ايه? بعد ما الفرخة بتعمل يعني الفرخة مسلا الزرق بتاع الفرخ مسلا. تمام? مع جدع الفرشة والفرشة بقى كلها مية وسايحة. هي نزلت بسرعة اكتف تمام? تيجي بقى الفرخة بتروح لقطها تاني بمنقرة كده وبتنقر زي ما احنا وكده في فرخة قدما كان بتنقر هاي. هاي? هاي زي ما انتم شايفين? تمام? بس الفرشة اللي انا اشوفها وفيش اي مشكلة. دي طبيعة اصلا فرخة. لكن لو نقربوها مسلا والدنيا اا مليانة اا الفرشة الرطوبة عالية وعجينة بمعنى الكلمة يعني تحت الفراخ. اا اللي بيحصل كوكسيد الباكتيريا دي بتخش بتحصل بقى ايه بتتناشر وتعمل صورة ايه اكتف. انت كده بتعمل بتاعها تتكمل هي بتمشي في دايرة. اللي هي جوة الامعاء بتنزل الفرخة بتخوية تانية فوقها تخش تاني. كده تبدأ تضرني. تنزل تخش معاك تعمل مشكلة كده وهكذا وهكذا. طب انا الحل ايه? انا هنظف الفرشة. يعني ليه نصرف ادوية? والادوية ده اصلا بتزود التكلفة عليها. واولا في ناس يعني الفرخة الاورجانيك احسن حاجة جماعة. يعني الفرخة الاورجانيك مغير ادوية طالعة كده على المية. والعرف دي كويسة جدا يعني. اا ويكون طعمها نزيزة. بالنسبة الناس بتربي في المنازل. انا مش باعداد برضو في ناس بتجيب تلتمية وربعمية خمسمية برضو اهالي. انا مش بتكلم على الناس اللي بتعمل العنام الكبير. العنام الكبير ده طبعا بيشتغل ادوية وقائية وممكن ما يشغلش ادوية بس بيفرش كويس زي ما انا بقول لكم كده وبياخدوا حلياتاته. اللي اللي احنا قولها دي. وترش جير. بس الجير يعني كويس وبيمتص الامونيا والكلام ده كله. بس انا من رأيي في حاجة اسمها بودرة بلاط. اكيد بكل الناس عارفها وموجودة. اا لان الجير احنا بنرش الجير حي. الجير حي ما بقتلش معها البكتيريا قوي يعني. الجير المطفي هو اللي بياتي معها البكتيريا. حتى اصلا الجير ده ما فضلش ساعة. زي الناس بترشوا وبتبخ عليه كده ايه? ارزاز مية. فالجير لما ينزع له مية بتحول بحسن لتفعل كمائي. وتحول لجير مطفي. فالجير المطفي ده بينتج عنه اهيت حرارة. الحرارة هي بتقتل البكتيريا. طب انا هنا ما هرشه مية زي اهيه لو عاجينة كيك انت لما ترش الجير تمام اهو كده كده هيتحول لمطفي. طب انا مسلا انا وعاز اعمل له كوية. ممكن مترش الجير مفيش اي مشاكل خالص برضو كويس هيقلل لك الامونية. وابودرة البلاط افضل بكتير يعني. اا وفي طبعا دلوقتي يطلع ادوية وكلام ده كله مش ادوية ادوية او بيطارية اا زي الجيل كده وكلام ده كله. فعالة شوية عن الجيل. بس الجيل ده في تناول هو بودرة البلاط والسعرهم كويس وكويسين. ده كده انت كده ما فيش عندك كوكسيديا. ما فيش عندك كوكسيديا. بالتالي مش شابه عندك كولوستيرادية. انت هجي لك كوكسيديا ومع الاتهاش هيجي لك كولوستيرادية. تمام? انت واحدين بالكو. فانت علجتي من كوكسيديا وخطي ووقياتك. لا هيجي لك كوكسيديا ولا كولوستيرادية. وكده انت الدورة بتاعتك هتمشي زي الفول. زي ما انا شايف. واهم حاجة تاني يا جماعة غير كوكسيديا وهتكلم فيها في موضوع خاص برضو. اه تاني اللي هو احنا في الشتاء والتنفس بتاع الفراغ. زي ما انا شايفين كده انا فيش فراغ بتنهج. يعني مش فيه نهجان في الفراغ بكل كلام ده كل. ده ليه? دي كده مش فيه امراض تنفسية. وزي ما انا شايفين اه ايدوب بفتح الشباك كده ايه? مش فتحه ايدوب كده يعمل اه يدخل اكسجين ما يعملش طيار. طيارة هو اللي بيسبب لي مشاكلة النفسية. وهنتكلم التفصيل عن الموضوع ده بس انا حبي ده نوة واعرفكم عن المشكلة ديت. والمشكلة التانية برضو بتصديق المية. ممكن يعمل الزرق بتاعه ينزل في المية. فلازم الثقايات بنضيف كده جماعة وننضافها على طول. ونعليها يعني نحاول ايه? نعليها كده يبقى الثقاية في مستوى ظهر الطور. وكذلك العلافة يعني اول حرف العلافة على اول ظهر الطور. مش كيس على رأسي لا على اول ظهر. ده المستوى المناسب. تمام? اه رب اكون افاتكم اه بمعلومة جديدة ومعلومة كويسة. وتوفر عليكم. يا جماعة الوقاية خير المعلاج زي ما بقولوا. فانت ليه تكلف نفسك وتصرف والفرخ يجي لها اسهالات وتخس وعرف على الفاض والدنيا تبوز عندك ونفسيتك تتضمر. وتلاقي مسلا فيه ناس يا جماعة بتحط كل فلوسها في حاجة زي كده في مية فرخة في بفرخة على قد حالهم. فانت ليه? انت طميما عملت حاجة وبعدها وتشتغل وتزبط وتطور من شغلك وتحاول تشوف ايه المرض? احنا وجودنا اصلا اطبالوا بكترين دورهم ان انا اوعيك ان انا اقول لك ما تقعش في المرض ده ازاي. مش انت وقعت في المرض انا عالجه. ماشي انا برضو اعرف عالجه. بس الدور الاول والاساسي ان انا امنع حدوص المرض. وانت تكون عندك الخلفية انك تعرفت رب ازاي? ومش تعيش للفراخ في عجينة وتقول ده الفراخ تعبانة. ده فراني فراني جاي بانه فراخ مش حلوة. ده يعمل تربية فراخ. الدنيا يا جماعة والله لسه بخيرة وكويسة. بس كل واحد يعمل عليه ويبص لقدام. ويحاول ينجح وطور من نفسه والدنيا هتمشي معاعدة الفراخ. يا رب اكون عفتكو. ولو عجبك الفيديو بتاعنا هل هي تشترك في القناة وتفعل زر الجرعة عشان ان يوصل على كل جديد. وهنزلكم ان شاء الله فيديو عن التنفس في الفراخ. واعلاجه والواقاية منه ازاي? وازاي نهوي واندخل نسبة الاكسوجين بطريقة علمية وبطريقة كويسة بحيس ما عماش اي طيارات. وهنتكلم معاكم طبعا عن موضوع تانية كتير. فقرأت تشتركوا في القناة وتفعل زر الجرس. شكرا.